على مدى يومين يلتقي قادة دول الاتحاد الأوروبي مع نظراء لهم من خارج التكتل في براغ وذلك للبحث في سبل الاستجابة لتداعية الحرب في أوكرانيا بحسب ما أعلن عنه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وقال ميشيل إن الاجتماع سيناقش سبل مواصلة تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري والسياسي والمالي لأوكرانيا إلى جانب التطرق لأفضل السبل لحماية البنى التحتية الأساسية للاتحاد الأوروبي بعد تخريب خطي أنبيب نوردستريم في بحر البلطيق أيضا تشهد أعمال القمة إطلاق الاجتماع الأول للمجموعة السياسية الأوروبية وإطلاق الاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي الذي يعقد غدا تمت دعوة زعماء سبع عشرة دولة للمشاركة وتطمح القمة للجمع بين القادة في حوار سياسي من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في أوروبا وتشهد قمة الغد لزعماء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين مناقشة ثلاث قضايا ملحة ومترابطة وهي الحرب الروسية في أوكرانيا والطاقة والوضع الاقتصادي اشتركوا في القناة